البطرك بشارة بطرس الراعي على خط الأزمة السياسية في لبنان البطرك الماروني دعا إلى الحياد لكنه انتقى داوى بشكل مباشر هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية موقفون أثار حفظة الحزب وجمهوره أيضا خاصة بعد أن تلقفت قيادات المعارضة كلام البطرياك وتبنت مطالبه في المقابل تستمر اللقاءات السياسية والمباحثات لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان أما الحراك الشعبي فهو مستمر لم تهدأ العاصفة التي هبت على لبنان منذ إطلاق بطرياك الموارنة الكاردينال بشارة الراعي دعوته لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وفكب وصفه بالحصار الذي يفرضه حزب الله على الشرعية اللبنانية كلمات قليلة رددها البطرياك الماروني منذ عشرة أيام وما لبث أن أعادها مرارا وتكرارا كانت كفيلة بإثارة حزب الله ومنظومته الشعبية والأعلامية والأمنية بعدما كان موضوع سلاحه وحروبه الإقليمية المتنقلة وما جلبته على لبنان من أزمات وويلات تكاد تصبح طي النسيان بفعل الضغط الممارس على معارضيه زيارة للبطرياك الراعي إلى قصر بعبده حيث طلب منه عدم استفزاز حزب الله بحسب ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقائه برئيس الجمهورية ميشيل عون لم تغير في مواقف البطرياك فما كان من رئيس الحكومة حسان دياب سوى أن زاره للمرة الأولى ممتعدا من الحديث عن هيمنة حزب الله على حكومته الكوة التي أحدثها الراعي في جدار الصمت الذي بناه حزب الله في لبنان بشأن دوره الإقليمي وتدخله في أحداث المنطقة وتبعيته المطلقة لإيران مرشحة للاتساع فالمعارضة السابقة التي كانت منضوية تحت تحالف الرابع عشر من آذار يبدو أنها استفاقت من سبات عميق حيث استضاف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع البطرياك الراعي في منطقة بشر الشمالية معقل الموارن في لبنان مثنيا على مواقفه الأخيرة في حين تحرك الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري باتجاه السفارة الباباوية حيث حمل رسائل عدة إلى الفاتيكان تتعلق بالوضع الداخلي كما التقى الوزير وائل أبو فعور موفدا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وفي موازات الحراك السياسي الطارئ يستمر الحراك الشعبي الناقم على الطبقة السياسية حيث تستمر الاعتصامات المتفرقة مع استمرار انهيار الوضع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية في حين أن جرعات المهدئات التي يحاول الحكم فرضها قبل الانهيار الكبير من خلال العمل على إعادة هيكلة المصارف وتلبية بعض شروط صندوق النقد الدولي تبوء بالفشل تلو الآخر من بلونة سيد سعد الياس الإعلامي وعضو اللجنة الإسقفية لوسائل الإعلام ومن لافال في كندا نزيه الخياط عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل نتكلم تحت هذا العنوان دخول سماحة البطرك بشارة الراعي على خط الأزمة السياسية في لبنان ماذا نعرف أكثر سيد سعد البطريارك الراعي مارب شارة بطرس الراعي اضطر للدخول على خط الأزمة ولإطلاق ندائه حول حياد لبنان بعدما رأى أن الكيلة طفح الوضع الاقتصادي والمالي بات خانقا جدا في لبنان السيد البطريارك قال بيتنا بلا كرامة بيتنا شحدين هذا الأمر لا يشبه لبنان البطريارك الراعي لا يمكن أن يسكت عن هذا الوضع لذلك طرح موضوع الحياد الحياد يعني أن يكون لبنان لا شرق ولا غرب كما كان عندما أقر المساق الوطني بين الرئيس بشارة الخوري والرئيس رياض الصلح لبنان كل عمره كان جسرا بين الشرق والغرب لا يجوز أن يحتكر حزب الله أو يهيمن على القرار اللبناني من هنا جاءت دعوة البطريارك صفير إلى رئيس الجمهورية العماد مشيل عون لفك الحصار عن الشرعية ودعوته إلى حياد لبنان وتحرير القرار الوطني إذن البطريارك أخذ قراره انطلاقا من الدور التاريخي للكنيسة المارونية الدور المؤسس للبنان ونحن على مشارف نهاية المئوية الأولى حيث تم أعلان لبنان الكبير بناء على تفويد لبناني عارم للبطريارك اللي يسلح ويك عام 1920 هل في هذا رفع للغطاء عن رئيس مشيل عون لم أسمع السؤال قلت لك الرئيس ميشيل عون نحن نعرف أن الرئيس في لبنان يأتي من الطائفة المارونية أن هذا الانتقاد الذي وجه سماحة البطرق لارتهان القرار في لبنان بيد حزب الله حزب الله هو حليف التيار الوطني الحر حليف ميشيل عون هل في هذا انتقاد أو رفع للغطاء بشكل أو بآخر عن الرئيس ليس رفعا للغطاء عن الرئيس عندما يتكلم البطيارك الماروني هو يمثل الوجدان المسيحي والوجدان الماروني الرئيس مشيل عون هو رئيس الجمهورية نعلم أنه هناك تكتل أو كتلة كبيرة للطيار الوطني الحر إنما لو أجريت انتخابات نيابية حاليا الأغلبية المسيحية أعتقد لن تذهب إلى الطيار الوطني الحر وعندما يتكلم غبطة البطيارك فهو ينزع الغطاء عن سلاح حزب الله وليس الغطاء فقط مسيحيا الغطاء هو لبناني نرى اليوم التفافا لبنانيا حول طرح البطيارك حول حياد لبنان لقد رأينا الرئيس سعد الحريري الذي يمثل الأغلبية السنية في طيار المستقبل زار البطيارك سفير وأعلن دعمه لطرح الحياد رأينا الزعيم الدرزي ولي جملات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي يقول نعم يحق للبطيارك الحياد لبنان وهناك الأغلبية المسيحية أيضا هناك فقط الصوت الشيعي لم نسمع رأيا مرحبة من السناء الشيعي بهذا الموضوع وأعتقد أن هناك أيضا تململا داخل البيئة الشيعية من هذا الوضع الذي تسبب به حزب الله وقتاله خارج لبنان البطيارك الراعي لم يكن لينادي طيب معتدر عن مقاطعة ولكن داني أستمع للسيد نزيه لأنك أتيت على نقطة البيت الشيعي أن هناك ربما قد يكون تململ كانت هناك لقاءات بين قادة في حركة أمل وقادة في تيار المستقبل نعم ما الذي نعرفه أكثر سيد نزيه أولا يعني ما قام به الرئيس نبيه بري ما قام به غطة غطة البطرق غطة البطرق بمبادرة وبإعلان موقف مفصلي في تاريخ لبنان المعاصر وخاصة في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان فهي ليست المرة الأولى التي تقوم بها البطرقية المعرونية بأن تعلن موقفا حاسما عندما يتهدد وجود الكيان اللبناني في محطات تاريخية سابقة بدءا من البطريرق لحويك عندما أرسى مع المواطنين مع فعاليات اللبنانية من الطوائف الأخرى الموافقة على إنشاء الكيان اللبناني لدولة لبنان الكبير ثم أتى في التاريخ الحديث البطريرق سفاير عندما تخذ موقفا حاسما رفضا للاحتلال والهيمنة السورية وحاليا هذا الموقف التاريخي الذي تسجل للبطريرق الراعي لا يمكن إلا أن نرحب به أما بالنسبة لتيار المستقبل فلقد استشعر تيار المستقبل والبيئة التي يمثلها بأن هناك محاولة لعملية الانقضاد على الصيغة اللبنانية هناك محاولة لتغيير هوية لبنان بانتمائه إلى الحاضنة أو المجموعة العربية هناك محاولات أيضا جدية لنسف بنية وركائز الدولة العميقة المتمثلة بالنظام الاقتصادي الحر وبالنظام البرلمان الديمقراطي وتحويله إلى نظام شمولي شبيه لبعض الأنظمة الشمولية في الإقليم فبالتالي هذا ما استشعر به جميع اللبنانيين صحيح أن البطريار عبر عن النبض وعن الوجدان الماروني والمسيحي بشكل عام إلا أنه أيضا عبر عن موقفا وطنيا حاسما بأنه يجب التوقف نهائيا وأن ما يحصل لا يمكن السكوت عنه لكي لا يعتقد من يحاول مستمر مهتم أكثر بمعرفة موقف حركة أمل سيد نبيه بري هم حلفاء أساسيون لحزب لا شك لا شك كما يقال أن الاجتماعات تبقى محصورة ولا تعلن في هكذا محطات ولكن من سياق الاستنتاج بالمواقف السياسية أنه كان هناك تميزا واضحا بين دولة الرئيس نبيه بري وحزب الله والتيار الوطني الحر التيار الوطني الحر كان متخبط بمواقفه فتارة يبايا حزب الله بمواقف لا حدود لها أما الرئيس نبيه بري فهو من مؤسسي الوطنية اللبنانية من المشاركين في الصيغة اللبنانية وبالتالي عبرت عن تمايزها عن كافة الاجراءات التي كان يحاول حزب الله سأعود إليك سأعود إليك وما إن كان الحل في شخصية السيد سعد الحريري لأنه اليوم حسان دياب قال إنه لن يستقيل ويذهب بحكومته إلى حكومة تصريف أعمال دعني أستمع من السيد سعد عن هذا السؤال الذي يأتي في كلمة واحدة كيف من الممكن تحييد لبنان كيف البطيارك البطيارك الراعي سيغادر لبنان الأسبوع المقبل وسيلتقي قداسة البابا في الفاتيكان وفي أيلول المقبل لدى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة سيزور البطيارك الأمم المتحدة وقد تكون له لقاءات في الولايات المتحدة في واشنطن سيدعو البطيارك إلى تطبيق القرارات الدولية بما يخص ويحمي ويحصن سيادة لبنان وحياده تعلمون أن هناك قرارات دولية تخص حماية لبنان منها الـ 1559 وتطبيق فعلي للقرار 1701 البطيارك سفير البطيارك الراعي عندما ينطلق بمطالبته بحياد لبنان يريده لبنان محايدا هل هذا دعني أذهب معك إلى الأمام ولا غرب ويريد تحسين مباشرة إلى عين الأزمة وتحرير القرار الوطني كل هذا كلام مهم هل هذا سيعيد مقاتلي حزب الله من سوريا هل هذا سيعيد مقاتلي حزب الله من سوريا هل هذا سيمنع تدخل حزب الله في اليمن هل هذا سيمنع التمويل الإيراني الذي يأتي لحزب الله والقائمة طويلة طبعا أنت تتعلم سيمنع الغطاء الذي كان موجودا لدى حزب الله؟ نعم. عندما يتم تطبيق هذه القرارات الدولية بشكل صارم. وتعرفون أن لدينا استحقاقين كبيرين أيضا. الأول ما يتعلق بحكم المحكمة الدولية في جريمة اختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء صورة الأرز في سبع آب. وهناك نهاية شهر. الحكم الغيابي لمتهمين لم يحضروا. متهمين من حزب الله لم يحضروا المحكمة. كل هذا سيكون أيضا نوعا من الضغوط على حزب الله. ليس هناك بعد اليوم في لبنان من غطاء لحزب الله. فقط المنتمون لحزب الله مقتنعون بعقيدته وبيديولوجيته. الشعب اللبناني كفر من الحروب. كفر يريد العيش بسلام. كما كان في الخمسينات وفي الستينات يريد أن يعود لبنان سويسرا الشرق بحق. وليس لبنان الانهيار الذي نشهده حاليا. وكل ذلك بسبب الحروب التي يجر إليها لبنان من دون توافق. يقولون أن طرح البطريارك يتطلب توافقا من المكونات اللبنانية. هل ذهاب حزب الله إلى سوريا والعراق واليمن كان بتوافق لبناني؟ يا رجل. حزب الله أنت تذكر أنه في مسألة التسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من مناسبات. كان ينزل بالسلاح إلى الشارع. يعني كيف ستتعاملون مع حزب الله؟ وهنا مباشرة إلى السيد نزيه. يعني أولا معروف أن موازين القوى على الصعيد الفعالية العسكرية والأمنية هي محسومة لحزب الله. ولكن هذه الموازين كانت إلى حد ما تملك الغطاء السياسي. والاجتماعي من جزء كبير من اللبنانيين. أما اليوم فما وصل إليه وضع لبنان من انهيارات اقتصادية واجتماعية وتفكك لبنية الدولة. رفعت هذا الغطاء الشامل على تفويد كامل أو غض النظر كاملا عن ما يقوم به حزب الله من فرض السيطرة على القرار اللبناني. ما تقوم به اليوم. هناك ديناميكية جديدة تحصل نتيجة الأوضاع المستجدة في الواقع اللبناني. هذه الديناميكية لابد لها من أن تنتج حالة اعتراض مدنية. ونحن نعلم أن حزب الله أعلن مباشرة ويكرر من خلال أمينه العام أنه أحد الأزرع العسكرية لإيران. فبالتالي لم يعد دوره دورا محليا لبنانيا كي تقوم القوى اللبنانية المحلية بمواجهته. هو جزء من أزمة إقليمية يقوم حزب الله بتنفيذ الأجندة الإيرانية. أما بموضوع الحياد. فأنا هنا أود أن أذكر بأن في الخمسينات من القرن الماضي وخلال المد الناصري الذي كان يعم المنطقة. فكان هناك لقاء بين الرئيس السابق فؤاد شاب والرئيس عبد الناصر. أقر بموجبه الرئيس عبد الناصر بخصوصية الوضع اللبناني. وبأن لبنان دولة داعمة وليست دولة مواجهة. فبالتالي يمكن أيضا البناء عليها من الناحية التاريخية والسياسية. هذا كلام مهم وهذه القصة بالتأكيد لن تذهب بعيدا. نزيه الخياط عضو المكتب السياسي في تيار حزب المستقبل. وسعد إلياس الإعلامي وعضو اللجنة الأسقفية لوسائر الإعلام. شكرا.